من بانوراما نحييكم ونقدم إليكم بانوراما ونبدأ مع العنوين ماذا بعد زيارة نانسي بلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى سوريا تصريحات ملفتة للنظر لبعض المسؤولين العرب بعد القمة العربية الأخيرة كتاب قواعد جديد في المدارس الرسمية في لبنان والآن مع التفاصيل مساء الخير ما زالت موجة الهرج والمرج والرد والرد على الرد سائدة في البلد نائب يهين نائبا آخر مسؤول يشتم مسؤولا آخر وفلان على باب السراية وعلتان على باب المجلس والمؤسسات الدستورية مشلولة والبلد على شفير الهاوية والمجاعة على الأبواب والاقتصاد في الأرض والسياحة يوك والمواطن يسأل إلى أين والمسؤول متل إجروا أجلكون بين القمة والاعتصام يعيوني مرئة سيئر حمرها الله عفوا عفوا شيء بضيئة صراحة إذن بين القمة والاعتصام ماذا بعد هل سيأتي أحد بمبادرة جديدة هل المواطن اللبناني رح يضبض بكلاكيشو ويتركلن البلد هل أبواب المجلس رح تبقى مسكرة وين الحل يا بابا أما في تفاصيل نشرتنا الليلة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي زارت لبنان والتقت بعض المسؤولين ويا ليتها التقت بعض المواطنين لتعرف عن جد أنه اللي إيده بالنار مش مثل اللي إيده بالمي ثم انتقلت المسؤولة الأمريكية الكبيرة إلى العاصمة السورية دمشق للاجتماع بالمسؤولين السوريين من دمشق معنا مراسلتنا سوسو دخيله لتوفينا بكل جديد تفضل سوسو نعم قاطف أنا موجودة هلأ بالعاصمة السورية دمشق لحتى نقولكم كل الأشياء اللي صارت مع قدوم رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي الأمريكينية لحتى نشوف شو صار الأشياء وآرارات واتفاقات بينتن ولكن مفاجأة كتير كبيرة أعطف لك والمشاهدين أنه لقيت هوني الوزير السابق واموهاب بدأ نسأله السؤال بس شو موجود عم يعمل هون شو حضرتك عم تعمل هوني استاذ واموها؟ والحقيقة يا أخي تصوصوا أنه دايماً نحن على اتصال ودايماً بتوافق مع المسؤولين الأخوة هون في سوريا ونحن دايماً بنجمعهم الاجتماعات ولكن بالمناسبة الآن هلأ بما أنه نحن على الهوى عم نحكي للتلفزيون بوجه مثل نداء لزملائنا ببيروت يعني النواب والمسؤولين بلبنان بقول لهم أنه لا يجربوا يمرقوا أي مؤامرات على البلد لا يجربوا يكونوا على اتصال مع الأمريكان الأمبرياليين بواسط بولطن أو غير بولطن لأنه هذه الشيئة الممنوعة وتعتبر في منزلة الخيانة والعمالي فما يجربوا يمرقوا هالأمور كلها لأنه نحن بالمرصاد لكلها الأمور ما بدنا نتهبهم علناً أنه نخونا وعملا ينتبوا على حاله وعا تصارفاتهم طيب بس ما كماناً هون نحن موجودين لأنه مثل ما سابقاً وذكرت أنه رئيسة مجلس النواب موجودة هون كرميل بعتقد معرارات في عنا مسؤول كمانا من الشيء موجود فرح نسأل لو نعرف شو تعليق على الموضوع مرحبا أهلين وسهلين نحن عم نسألكن بس لحظة تخبرونا شو صار مستجدات أو اتفاعات مع حضرة المسؤولة الأمريكانية أهلين نقوله أنه نحن استقبلنا الأنسة باللوسة وكانت الظريفة وبتجنن كربوجة وعلى سلامتها وبدنا نقوله أنه نحن بضوء الاجتماع الجرى بيناتنا نحن صرحنا وقلنا أنه نحن فاتحين صفحة حوار يعني نحن عنا الرغبة بالحوار والنقاش مع جميع الزملاء والإخوان اللي نساكنين جنبنا وخاصة مع الإخوان الإسرائيليين نحن فاتحين صفحة الرغبة نحن عنا الرغبة أنه نتحاور معهن حتى نوصل لنتيجة وفاق أي يعني ما فهمت أنه كيف يعني أنه هلأ فينا أسأل تكي بدي أسأل عكا بليز استاذ وعام أنه ليش هنم مسموح أنه نصير في عندهم توافق وما بعرف شو عام شو نحن لك ساعة عام تحكي لا خليكي مبلغ ما نخلط الأمور ببعض البعض يعني إحنا ما خصنا بالسياسة الخارجية للإخوان يعني كل بلد مسؤول عن سياسة الخارجية ما تخلطينا إيهونا الأمور ببعض يعني المهم نحن عنا بلبنان هالمسؤولين والزمالة تابعونا ينتبهوا حالون متما قلت أنه ما يتوجهوا ولا رسائل ولا اتصالات مع أحد من الأبرياليين بأمريكا لأنه معروفنا وياهون العميري والمتأمرة هذي ما نخلص منا بقى نعم طيب هلا هلا ضيعتني ما بعرف المهم المشاهدين كلهم عم بيقول لك يا واضح وصريح نحن عم نقوله إن إحنا المسمح لنا نساوي إنه نحن نكون عنا الراغبة إنه نتحاور مع الإخوان الإسرائيليين ولكن هني وإنتوا ممنوعين لا يعني ما فهمت؟ لأنهم يحق للشاعر شو أخت ما رأيي؟ شو باكي؟ يحق للشاعر ما لا يحق لي غيره شو باكي؟ طيب مرسي يلا اختمي أطف فإذا مثل ما شفت هيدا كان كل شي من الاتفاقيات من كل شي ونحن طبعا لازم نسكت ما لازم نحكي شي لكن كانت معك أنا أي سيسا داخله فأنا راما بشوفكم ببيروك عندي تعليق نعم بلنا نقوله لإليك وصليها إذا منعرف إنه واحد منكم جرب يفتح صفحة حوار أو راغبة بالوفاق مع الإخوان الإسرائيليين بدي يكون واحد عميل ونحن بنعرف الربي شفت شلو؟ نعم أمي اي روحي طيب حبيب طيب شكرا سوسو يعطيك عافي عافي القمة العربية انتهت وكأن شيئا لم يكن وإذا أنتوا فهمتوا شي من هالقمة أنا فهمت مواقف وتصريحات بالكيلو مقررات يميني شيل وتمنيات نقي واختار خلينا ننتقل لمراستنا سوسو دخيله كمان مرة يلي غطت القمة بكل حنان وأحساس بركي بنفهم شي منا سوسو ماذا في جعبتك يا أيتها نعم قاطف بعدنا موجودين نحن بأجواء القمة العربية ونحن موجودين هلأ مع أحد أعضاء الوفد اللبناني لنعرف منه شوي أجواء هالجلسة أو هالإشأة اللي عام تصير مرحبا مرحبا أهلا خبرنا بليز شوي شو هالإشأة اللي حكيتوا فيها أو فهمنا أكتر الإشأة اللي رحت نتائج المؤتمر بما يخص نتائج المؤتمر نحن كنا على يقين بأن يكون كل شيء في مكاني ولأنه كنا على صدد وينبغي على أن نكون أو لا نكون هذا هو السؤال ويجب أن استطعنا بما حصل على أن يكون إنا وأنا وأخواتها في مكانهم شكرا قاطف هلأ مثل ما سمعنا هلأ طبعا من مندوب أحد أعضاء طبعا المندوبين اللبنانيين رح نسمعه من أحد أعضاء مندوب التونسي اللي جاية من طبعا المندوب مساء الخير تفضل خبرنا عن نتائج المؤتمر أعطاء أعطاء نتائج فان ما تقولولك بش نحبوك في شمس قياس بالعادة الهزيخولية في هذه القمة أعطاء نتائج فان ما تقولولك بش نحبوك في هذه الرؤساء التي يجب من قوص قياس من قوصونا تروح استواصلت نقاش حتى من المسؤولين أعطاء نتائج فان ما تقولولك أنه حضرتكم لعدين عن هذا الموضوع للحقيقة في قياس في الجرس لك اكثر من المندوب اللبناني مرسي مرسي عاطف عيدا كيكشي بعطيت انت كميها فهمت علي عاطف كنت معك هنا السيسة داخيلة بانا راما بيروه إليك عاطف وش خللنا الحس بالحبواز فهمتك تحولولا خلقلت في وشناق فهمتك شكرا في خطوة لافتة لوزير التربية أعلن عن توحيد كتاب القواعد بجميع المدارس الرسمية كي لا يقع التلميذ في فخ الحيرة والارتباك لنتعرف أكثر على المشكلة وكيفية معالجتها ننتقل إلى مراسلتنا الدلوع المهضوم الغنوجي سوسو دخيله سوسو الكل بانتظارك أدحي فينا كمان مرة نعم كعطفها شكرا شكرا كاتب نحن موجودين هلأ معالي وزير التربية لحتى نعرف منه عن قصة الكتاب الكواعد اللي عم وازعوها على المدارس العزمية ونشوف شو القصة اللي صار فيها مثل ودخلتها واحد معالي الوزير شو قصة الكتاب الكواعد والقصة اللي عم تتداول هلأ بين الجميع؟ الحقيقة أنه نحن بغنى صراحة عن المزيد من المشاكل التي يعاني منها مجتمعنا ولكن طرأت فجأة مشكلة تتعلق بكتاب القواعد في المدارس اللبنانية الصراحة هو هالكتاب القواعد المعتمد عند كل المدارس في عنا عادة لازم يكون بالكتاب مثلا الدرس الأول، الدرس الثاني، الدرس الثالث، الدرس الرابع وإلى آخري هون سائبت بكتاب القواعد المعتمد هالسنة أنه بدل كلمة الدرس الأول وحطين الفصل الأول والفصل الثاني وهون كان عم نلاقي بعض المشاكل عند الطلاب والتلميز والأسادزي لما يوصلوا بالكتاب عند الفصل السابع لما يلحقوا يوقع نظرهم على كلمة الفصل السابع بينقذوا كلهم بيرشفوا بيداقوا منه في أولاد ما عم بيقبلوا ويدرسوا فيه في أسادس يععم بيخافوا منه فهون إحنا اضطرينا نلاقي حل هالمشكلة أنه لغينا شيء اسمه الفصل السابع من الكتاب كله يعني نوصل على الفصل السابع هلأ إذا بتلاحظي هون السادس السابع مخزوق كله ثلاثة أربع صفحات منتابع بالفصل الثامن أحسن ما يشكل هالفصل السابع من النأسة عند بعض الأفريقاء ونحن منحترم الجميع طبعا نعم، طيب هاليا التورا معالي لو هلسير ما بتحسي أنه هالفصل السابع بما أنه خزقتوا الصفحة منه أو الصفحات ما رح تأثر على معلومات التلميز اللي عم بيدرسوا لا، ما أني مآخر هامون لأنه هيدا الفصل بالتحديد بيحكي على المفعول به ومفعول يعني نصبه وأحرف بالأعراب بيقدروا يستغنوا عنه، بنقلوا دغري من الفاعل بيتابعوا مع الفعل وأخوات كانة وإلى آخرين من دون المفعول به ما بتعاطفين، ما بنسألون عنه بآخر السنة بالامتحانات الرسمية ها، أوكي، شكراً لقonلك معاً للوزير وأيضاً أننا كمانا متمنون أن تف CATA 1 ليز together الهدchen общ كانت معاكم، كانت معاكم السرسي داخله بنا راما بيروت إليك آتر شكرا يا جديد شكرا هذا كل شيء شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء في بانوراما لاحقة وتصبحون على خير